بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معاً Stress Analysis Part 2 المين طابق سنتكلم عليها أولاً Introduction أو مدخل ثم Type of Dynamic Loading أو أنواع تحميل الديناميكي ثم Fatigue Test and Endurance Limit أو اختبار الكلل وحد التحمل ثم الـ Combined Mean and Variable Stress وبعد كده هننائش أحد أهم نظريات المتعلقة بالتحميل الديناميكي اللي هي Goodman Method و Soderbergh Method في البداية طبعا إحنا نائشنا قبل كده النظريات المتعلقة بالتحميل الستاتيكي We have discussed in the previous chapter the stresses due to static loading only But only a few machine parts are subjected to static loading بعض أجزاء الماكينات قليل جدا اللي بيتعرض إلى التحميل الستاتيكي Since many of the machine parts حيث معظم أجزاء الماكينات Such as على سبيل المثال Axles, Shafts, Crank Shafts, Connecting Rods, Springs, Pinion Keith أو أسنان التروس are subjected to Variable or Alternating Loads معظم هذه الماكينات أو أجزاء الماكينات بتتعرض إلى أحمال متغيرة أو أحمال ديناميكية Also known as fluctuating or fatigue loads Therefore we shall discuss in this chapter the variable or alternating stresses أول نوع عندنا من أنواع التحميل الديناميكي طبعا ناقش types of dynamic loadings أول نوع عندنا اللي هو completely reversed or cyclic stresses لو عندي بيم مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده وعليه حامل هنا W بيتولد ردود أفعال عند الأماكن أو التسبيت أو أماكن الأطراف ومن ثم يميل هذا الجزء إلى الإنحناء بإنحناءه بيحصل عندي هنا الجزء ده بيتعرض إلى compressive stress compressive stress والجزء ده بيتعرض إلى tensile stress طبعا الاتنين مختلفين وما فيش مشكلة طالما الجزء ده ثابت أما أثناء عملية الدوران بيحصل عندي المشاكل تبتدي تظهر أو بيبتدي الأثر بتاعة dynamic loading إيه اللي بيحصل عندي طبعا النقطة إيه هنا كانت في وقت من الأوقات بتتعرض إلى compressive stress وبعدين لما يدور لو افترضنا أنه يدور في الاتجاه ده بيبتدي compressive stress من الماكسوموم يقل تدريجيا إلى أن يصل إلى zero هنا وبعدين يبتدي يظهر عندي tensile stress بدرجة خفيفة ثم يزيد تدريجيا إلى أن يصل إلى maximum tensile stress عند الطبقات السفلة هنا فبالتالي كما لو كان النقطة دي بتتعرض إلى stress بالcompressive بأقصى قيمة ثم تقل تدريجيا وبعدين يظهر tensile stress وتزيد تدريجيا ومن ثم تتكرر العملية ده طبعا التوضيح بتاع التكرار هنا على الأفقي ده وعلى الرأسي tensile stress أعلى والcompressive stress في minus direction هنلاقي طبعا أن الاسترس بيتراوح من قيمة zero وبعدين بيزيد تدريجيا في اتجاه التنشن إلى أقصى قيمة sigma maximum ومن ثم يخف تدريجيا إلى أن يصل إلى الزيرو مرة أخرى يزيد تدريجيا في اتجاه compression أو compressive stress إلى أن يصل إلى أقصى قيمة ودي اللي احنا بنقول عليها sigma minimum لكن الحقيقة هما الاتنين بنفس القيمة الاختلاف أن احنا بنقول sigma minimum لأن هي واخدة negative sign و sigma maximum واخدة positive sign وناخد بالنا قوي من الكلام ده لأن لما نيجي نعوض هنا ونجيب sigma مين أو متوسط الإجهاد المتوسط بالتالي هيبقى sigma maximum بتحتفظ بال positive sign وسigma minimum بتحتفظ بال negative sign كذلك لما نجيب sigma variable أو variable stress أو الإجهاد المتغير هيبقى sigma maximum أيضا بتاخد positive sign وسigma minimum هتاخد negative sign بالطبع طبعا لما أحسب السجما مين هنا في الحالة دي هتساوي صفر لأن دي هتاخد إشارة negative فهتلايش بعضها أما السجما variable هتساوي واحدة منهم sigma maximum بأقصى قيمة وبكده نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر